للإخوان بتدعو القوات السياسية في مصر اللي يجلس معهم لا يفتحل تاني كان مبادرة قلنا زي كل يوم فرخة الإخوان بتبيض مبادرات كل شوية العملاء بتحهم في الداخل عارفينهم احنا شوفناهم مارزوء وعنافعة ومش نفعة ومين ومين واللي في الخارج شوفناهم كلهم كل واحد كل يوم بيطلع مبادرات بيعملوا اخراج مبادرات يعني من الآخر احنا بنقول لهم لا تصالح ولا تصالح وبيدعو الراجل اللي اسمه طلعت فهمي متحدد باسم جمعة الإخوان بيقول يلا تعالوا إلى كلامنا سواء يلا ندرس ونعمل شايفينه في الصورة بيقول تدعو القوات السياسية في مصر يجلس معهم واحنا بنقول لهم بقول الوطن يسع الجميع بقولوا لا الوطن لا يسع إلا المخلصين الوطن لا يسع إلا الوطنيين الوطن لا يسع لن يسع من تلطخت أيديهم بالدماء ومن تلوزت لسدهم المسمومة بالتحرد ضد الوطن انتو لما عدتوا في الحكم سنة لم تسعوا أحد حتى لم تسعوا الناس اللي منكم زي السلفيين وحزب نور وغيره كلنا فاكر هذا الكلام هو بيقول القوات السياسية تقعد معهم وأنا بقول له يفتح الله والشعب المصري بيرفضكم شكلا وموضوعا وإحنا إن شاء الله وراء الدولة المصرية لغاية ما تطلع قانون لإسقاط الجنسية عن كل من ينتمي إلى جماعة ومنظمة إرهابية